لطالما اعتبرت اليخوت عنوانا للفخامة وليس مجرد وسيلة للنقل فمع انتشار رياضة الابحار لدى الأدرياء وأصحاب الطروات ورجال الأعمال وغيرهم دفع الكثير من الشركات المصنعة للتنافس لإنتاج وصناعة أحدث القوارب واليخوت الفارهة ويعتبر يخت جيكو والذي يبلغ طوله حوالي خمسة وخمسون مترا ويعتبر من أفخم اليخوتات في العالم ويتسع لحوالي اثنى عشر ضيفا وثلاثة عشر فردا من طاقم السفينة وسوف يصبح جيكو أدميرال جاهزا للإبحار ابتداء من يونيو 2020 ويتميز هذا الإخت بالمساحات الخارجية الكبيرة بحيث يستطيع الضيوف الاختيارة بين التراث الشمسي الذي يركز على الصحة ويتكامل مع صالة مريادية وبركة سباحة وناد في حين يتميز الجزء العلوي على السطح السفينة بمساحات داخلية وخارجية رائعة للتأمل ويحتوي اليخت على جناح النوم الرئيسي من الطراز الرفيع الذي يتسع لحوالي اثنى عشر ضيفا كما يوجد غرفة طعام خاصة إلى جانب الصالون الرئيسي المزين بالتريات المدهلة ويمكن تناول وجبات الطعام المسائية في الهواء الطلق في منطقة النادي فوق المياه المتلألئة ويتوفر اليخت على مجموعة من الألعاب المائية مثل جيسكي وفلاي بورد ولازجات مائية قابلة للنفخ وجدار للتسلق بالإضافة إلى زوارق كايك شفافة وفي الرحلات النهارية يستطيع الضيوف التنقل بالزورق السريع إيفو 43 لاكتشاف الكنوز المخفية وأسرار البحار على طول السواحل الجميلة التي يطفو جيكوب بقربها كما يتوفر على مهبط لطائرة الهليكوبتر حتى يتمكن الأصدقاء والعائلة والمسافرون من القدوم والذهب بشكل أنيق يتوفر يخت جيكو الفاخر للإبحار على شركة إي إيغريكسي بأسعار تبدأ من 268 ألف يورو أسبوعيا فمن يمتلك هذا الرقم فلا حد للفقراء في ذلك شكرا على حسن المتابعة المشاهد تيفي قبل أن تخرجوا لا تنسوا أن تابعوا في الاشياء يوتيوب ونشاهدوا الفيديو مع أصحابكم مواقع التواصل الاجتماعي و لا تنسوا أن تفعلوا جميعا